كيف يتعامل المسلم مع غير المسلمين؟ كيف يتعامل المسلم مع غير المسلمين؟ المسلم يحب الخير للكفار المسلم يحب الخير للكفار المسلم يخاف على الكفار من النار المسلم يخاف على الكفار من النار المسلم يخاف على الكفار من النار المسلم لا يكذب على الكفار المسلم لا يتعرض للكفار بالقتل بأخذ الأموال بالسبب نحب لهم أن يدخلوا في الدين الإسلامي حتى يجدوا كل سعادة وكل خير نقول لهم الذي أمر بهم موسى وعيشى عليه الصلاة والسلام هو اتباع هذا الدين لا يمكن أن نشارك الكفار في الأعياد في العبادات في اللباس نتعامل مع الكفار في البيع والشراء نشتري منهم نبيعون نشتري لا إشكال لا يمكن أن نشارك الكفار في المساعدة في المساعدة في المساعدة في المساعدة في المساعدة في كل خير لكنه لا يمكن أن تكلمون بأخذ الأموال بالسلام ولم يمكن أن يكون هذا الدين الإسلامي لا لا يمكن أن يكون هناك المساعدة في هذا الذي يقول بعض الناس أنه يقتل الكفار أو يأخذ أموالهم لا 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 يمكن أن تقلون بعض الناس لا